اقترب العلماء خطوة من سبر أغوار المادة المظلمة والمادة المضادة التي يعتقد أن لها علاقة بنشأة الكون وعملية الخلق فقد نشرت في سويسرا لسبوع الجاري الأبحاث الخاصة بمطياف ألف المغناطيسي الذي أرسل إلى الفضاء عام 2011 لإجراء أبحاث تتضمن قياسات ومراقبة عدد هائل من الإلكترونات والبوزيترونات أو ما يعرف بالمادة المضادة والبحث عن ما إذا كانت الخصائص التي تشكلها أجزاء هذه الجسيمات تتسق مع التنبؤات النظرية الخاصة بنشأة الكون والمادة المضادة هي المادة ذات الشحن الكهربائي المعاكسة إذن من المعروف أن الظرة تتكون من البروتونات المجابة الشحن والإلكترونات سالبة الشحن في حين تتكون الظرة المضادة من البروتونات المضادة السالبة والإلكترونات المجابة أو البوزيترونات وحينما يحصل التقاء المادة مع المادة المضادة تلغي كل منهما الأخرى لكنها تنتج طاقة هائلة في النهاية وهو ما يعتقد العلماء أن له علاقة ما بنشأة المادة ويقول العلماء أن مطياف ألفا الذي تكلف ملياري دولار قلل نسبة الخطأ في القياسات المختلفة السابقة إلى 1% فقط لكن البيانات الحالية غير كافية بعد لبناء احتمالات النظرية ويقول البروفيسور سامول تشاو تشونج تشينج الباحث الرئيسي إن النتائج الحالية أولية فحسب إنها تمثل 10% من إجمالية البيانات التي سنجمعها هذه مجرد بداية لقد وجدنا الكثير من البوزيترونات والمادة المضادة للألكترونات رصدنا نحو 400 ألف منها وهو أكثر بكثير من المتوقع وتتروح قياسات المادة التي وضعت تحت الملاحظة ما بين 0.5 و350 جيجا إلكترون فولت وتوضح الاختبارات أن البوزيترونات لم تأتي من نتجه محدد ولم تتغير الإحصاءات الناتجة عن تجربة كثيرا بمرور الوقت لكنها تتصق مع نظرية الانفجار الكبير الناتج عن استضام المادة المظلمة منتجا بوزيترونات والتي يتبنها العلماء حتى الآن حول نشأة الكون وفي الوقت ذاته لا تستبعد نتائج المراقبة الحالية تفسيرات أخرى حيث عثر العلماء على بوزيترونات عالية الطاقة ربما جاءت من مجرة أخرى في ظاهرة فلكية غير مفهومة ويأمل العلماء في التوصل إلى تفسير لها بحلول العام المقبل جيهان لطفي رايترز 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 رايترز